اشتركوا في القناة فيديوهات راح تكون موجودة في كل الابراج راح اكون وضعها في كل الابراج في كل بداية التوقعات لاني بشرح فيها اشياء خصوصا في اشخاص بيجوا بسمعوا بسبرجهم لحالهم فما بقدر اضل اعيد نفس الكلام فبسجل المقدمة هاي بحطها انا في مقدمات اول اشي انا بعمل مقدمة بعمل الجزء الثاني بكون منها اللي هي حركة الكواكب وتنقل القمر والزوايا وخلو المسار وتأثيرات الكواكب الكاملة اللي بتأثر عليك بالفترة هاي ايجابيتها ونحوسيتها ممكن ما تتوافق معك ممكن انت تتشاءم من اللي انا بحكيه ممكن اكون قاسي في بعض الكلمات ما رح اجاملك لاني انا بعطي الاشي اللي انا بشوفه صحيح ما هذا رأيي انت ما حبك رأيي ما حبك اسلوبي عادي بتنزل بتعملي دسلايك بتسب علي وكومنت بتسحب حالك وبتطلع من القناة وترجع لهاش مرة ثانية اذا حبك الاسلوب هاد وعجبك الاسلوب هاد بديش تحط لي لايك بديش تحط لي كومنت بديش تحط لي سبسكرايب بديش تشترك بالقناة بس المهم اني انا وصلت الفكرة وفتك بالمعلومة وعطيتك معلومة صح اللي بترضي ربنا وبترضي ضميري طيب القسم الثاني بكون حكينا احنا عن حركة القمر والزوايا اذا في زوايا بتكون ايجابية او سلبية من القويات ايه برضو الخلو والمسار حركة الكواكب هاي وبعدها بيجي الجزء الثالث اللي احنا بنحكي تأثيرات القمر بالتوقعات الاسبوعية ماشي هاي وحدة اتنين ياريت انك تسمع برجك وتسمع طالعك يعني بتسمع البرج الشمسي تبعك وبتسمع الطالع تبعك اللي هو بتحكم او بعطيك الصفات الشخصية تاعتك لانه ممكن هاد يعطيك صفات بتنطبق عليك وهذا بعززها بشكل اكثر فانت بتطلع بالتوقعاتك الشخصية ما بتعرف طالعك حاطلك روابط انا في صندوق الوصفة كيف تعرف طالعك وكيف تطلع طالعك وكيف تستخدم جدول لاستخراج طالعك بتعرفش الوقت في صفات كل الطوالع الصفات العامة شوف الصفة اللي بتناسبك بتعرف الساعة انت لحالك وبتستخرجها لحالك ما عرفت برضو اكتب يعني تاريخ ميلادك كامل يوم والشهر والسنة مع ساعة الميلاد مكان الولادة بتعليق في اشخاص موجودين بتدربوا او بتعلموا فهم بساعدوك في هذ الموضوع في اشخاص بيقولك بلا هالمقدمة مقدمتك طويلي زهقتنا ادخل في الموضوع يا أخي في أشخاص موجودين بتعلموا في أشخاص بهمهم المقدمة في أشخاص بتسمع المقدمة في أشخاص بتسمع الفيديو من أوله لآخره ما بقدر أنا أرضي ذوقك أنت أو أسلوبك أنت أو الإش اللي برضيك أنت وأرفض الباقيين فعشان هيك أنا بعطي حقي في الفيديو هذا أو في التسجيل عشان أرضي الجميع فأنت عادي يمشي الخط من تحت هيك بطلع لك كلمة برجك أنت مكتوبة من عندها اسمع البرج تاعك أما أنك أنت بدك تغير أو أغير على هواك لا اكتب رأيك بتعليق أنت والله أنا شفت فيه ناس كثير تفعلت على الموضوع وحطت لايكات عليه أو أي كلام حطت عليه بدهم الأسلوب هذا أنا أتبعه على رأيي الأكثرية أنا بأخذ ماشي عشان نكون متفقين من البداية أنت شوي هيك عصبي ومزاجك حاد وما عجبك أسلوبي وحسيت أني أنا دفش أو فض بالكلام أو كثير كلام أو هاد عادي يكتب ليها في تعليق تحت وأنا باستقبل انتقادك بشكل مؤدب ولكن إذا فيها شتائم ومسبات هاد لا راح أستقبل كلامك بأسلوب بليغ في كلامك لكم كل الاحترام والتقدير باعتذر عن شوية الشد هاي خلينا نروح على توقعاتنا ونشوف إيش اللي بدها تصير الحركة الفلكية خلال فترة هذا الأسبوع أو العشر أيام اللي أنا راح أحكي فيها التوقعات طبعا القمر راح يتنقل على أكثر من برج خلال الفترة هاي فعنا من اليوم الخميس لغاية الفجر يوم السبت 25 الشهر القمر راح يكون موجود بالعذراء من فجر يوم السبت ولغاية صباح يوم الاثنين القمر بيكون موجود في الميزان من صباح يوم الاثنين ولغاية صباح يوم الاربعاء بيكون في العقرب من صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة بيكون في القوس من ظهر يوم الجمعة وما بعد بيكون موجود بالجدي طبعا بالنسبة لخلو المسار خلو المسار هاي فترة سلبية جدا بتصير دائما بانتقال القمر من برج لبرج يفضل فيها انه انت ما تكون بأي شيء مهم أو ضروري أو شراء أشياء مهمة بالنسبة لإلك أو عقد أو زواج أو توقيع لخطوبة أو زفاف أو أشياء مهمة كلها لأنها هاي الفترة بيكون فترة خلو المسار هي فترة نحسة جدا بتأثر على هاي الأشياء دائما بنتائج سلبية بعد فترة فبالنسبة لخلو المسار اللي راح يكون أو الفترات خلو المسار لكل انتقالات القمر بالفترة القادمة أول خلو المسار راح يكون يوم الجمعة اللي هو 24 الشهر راح يبدأ من الساعة 11 و 7 دقائق بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام فجر يوم السبت 25 سبعة تمام الساعة 51 و 53 دقيقة بتوقيت جرينيج يعني صباحا أما بالنسبة لخلو المسار الثاني بيكون يوم الاثنين 27 الشهر بيبدأ من الساعة 1 و 8 دقائق فجرا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى صباح يعني ساعات الصباح اللي هو الساعة 4 و 11 دقيقة بتوقيت جرينيج أما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون يوم الاربعاء 29 الشهر بيبدأ من ساعات الصباح ساعة 4 و دقيقة بتوقيت جرينيج وحتى ساعات صباح يعني برضو ساعات الصباح يعني المدة بسيطة جدا بالنسبة لخلو المسار اللي هي لساعة 7 و 24 دقيقة بتوقيت جرينيج طبعا بالنسبة لخلو المسار الرابع شوي هذا بده شوي التركيز للحساب من آخر ساعات يوم الخميس على الجمعة اللي هي عند منتصف الليل بيصير عندنا خلو المسار اللي هو الساعة 12 و 7 دقائق يعني أول دقائق من يوم الجمعة بعد منتصف الليل ورح يستمر طول يوم الجمعة لغاية الساعة 12 و 58 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج خلينا نروح على حركة الكواكب ونشوف حركة الكواكب لكل برج إيش رح تأثر علينا بالفترة القادمة أو رح تركز الاهتمامات على إيش أو بعطيك طاقة في إيش إيجابيا وسلبيا برج الدلو طبعا الفترة هاي متقلب شوي بسبب الشمس اللي صارت مقابلك مباشرة الفترة الماضية كانت في بيت الصحة أثرت على صحتك أثرت على عملك عملت لك مشاكل إرباكات على مستوى العمل حطتك في امتحانات كثيرة جابت لك شوية مصايب وصعوبات بالفترة الماضية الآن انتقلت الشمس صارت ماشي الأسد برج حليف لا إلك ولكن مقابلك مباشرة فهو بعطيك إيجابيات وبعطيك سلبيات يعني الأجواب تصير ممتزجة بالفترة هاي فعشان هيك بدعمك على مستوى الشراكة بدعمك على مستوى علاقاتك مع الشركاء شركاء المال أو شركاء العاطفي بيخليك تدخل بمشاريع أو أفكار عملية أو تحل مسائل أو خلافات ما بينك وبين الشركاء ممكن تطور علاقة معينة وممكن الفترة هاي تحملك ارتباط أو علاقة جديدة أو تطور من علاقة من مرحلة الحب لمرحلة الارتباط ولكن بدك تنتبه على صحتك وبدك تنتبه على تقلبات المزاج عندك وبدك تنتبه من العصبية لأن طاقتك بتكون ضعيفة بالفترة هاي بالنسبة لعطارد اللي موجود في البيت السادس هو بساعدك في بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل فممكن تنجز بعض الأعمال بشكل جيد ممكن تبحث عن ملاذ آمن العلاقة بالعمل أو تحل مشاكل عملك بشكل يعني عالي جدا بسرعة بديها عالي جدا وبرضو في نفس اللحظة بتساعدك على بعض الأمور الصحية أنك تتجاوز المحن والصعوبات أما بالنسبة للزهرة فهي في البيت الخامس ما زالت دعميتك على المستوى العاطفي فهاي بتدعم من علاقاتك مع الأحبة أو بتخليك توقع بالغرام بالفترة هاي أو تطور علاقة من غرام لزواج وبرضو بتدعم من علاقتك مع الأبناء ومع الوالدين أما بالنسبة للمريخ الموجود في البيت الثالث فهو بعطيك طاقة للإندفاع والتهور والمغامرة فعشان هيك بتهتموا بأمور إلها علاقة بالسيارات أو امتحانات أو مناقشات اللي بيشتغلوا في مجال التسويق أو مجال التجاري ممكن يغامروا بالفترة هاي بشكل كبير أما بالنسبة للجدي طبعا الجدي بيت متاعبك بما أنه موجود عندك المشتري وموجود عندك زحل وبلوتو والثلاثي بتراجعوا فمعناته بيت المتاعب عندك بدك تكون حذر لأنه الحذر هنا بيت المتاعب بيأثر على العمل بيأثر على الصحة بيجيب تقلبات صحية بيجيب مشاكل على مستوى العمل بيخلي أشخاص يكونوا بالخفاء بتآمروا عليك بدك تكون حذر من المحتالين والنصابين ومن أموالك من الصرقة أو الضياع أو أنه ينتصب عليك بالفترة هاي أما بالنسبة لنبتن نبتن بالبيت الثاني فهو بيجيب لك مخاوف على الوضع المالي أو قلق على مساء المالية بيجيب بعض الالتزامات للزيادة بيخليك تصرف فلوسك بدون حساب هاي الأشياء كلها بتضغطك بشكل سلبي وبيجيب لك ضغوطات مالية بالفترة هاي بدك تركز بشكل كبير وبرضو في نفس اللحظة بدك تركز على الوضع المالي من المصاريف للزيادة وتنتبه أنه ما تغامر وما تخاطر بمشاريع بدون ما تدرسها بشكل جيد أما بالنسبة لأورانوس أورانوس موجود في البيت الرابع فعشان هيك بيجيب لك مفاجآت على مستوى أمور إلها علاقة بالبيت أو بأفراد العائلة أو بالعقارات فإما أنك بتدخل في مشاريع إلها علاقة بالعقارات وبتنجح معك بشكل قوي أو بالدعم من علاقتك العائلية والتقارب ما بينك وبين أفراد العائلة بشكل قوي جدا وبشكل مفاجئ أو بيجيب لك خلافات ومشاكل على هاي اللي إحنا ذكرناها البيت والعائلة بشكل مفاجئ فبدأك تكون حذر حاول أنك ترتب أمورك بشكل قوي حسن أمورك بشكل جيد راقبها تابعها عشان ما تتفاجأ بأشياء سلبية أما بالنسبة لتوقعات الأسبوع من اليوم الخميس وحتى فجر يوم السبت القمر موجود بالعذراء بيتك الثامن فعشان هيكي بتنشطوا بالفترة هاي بتفحص حساب مالي مشترك حاولوا أنك تخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية حاول أنك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وما تهم الملف أو قضية من فجر يوم السبت وحتى صباح يوم الاثنين القمر بصير موجود في الميزان فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أهمش أن الفترة هاي ممكن تناقش بقوة وذكاء وممكن تتجرع على رفض أي شيء ما بناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة وأمور إلها علاقة بالسفر من صباح يوم الاثنين وحتى صباح يوم الأربعاء القمر بصير موجود بالعقرب الفترة هاي مناسبة للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تحسين عليه اللي بيعمل بينجح في إثبات جدارته ونير رضا المسؤولين منكم ممكن يهتم بصحة أحد الوالدين أهم شيء أنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال حاول أنك تكون هادئ يعني القمر بشكل نوع من أنواع التحدي بالفترة هاي أو في لحظات معينة ممكن تصير غاضب أو عدائي حاذر من الخلافات ممكن تكرم أو تكرم وممكن تحصل على فرصة مهمة من صباح يوم الأربعاء وحتى ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالقوس ووسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك بمناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة معينة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمع إن بالك من ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالجدي فعشان هي كذا بيت متاعبكم في هاي الفترة يعني رح تشعروا بالتعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها اخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول إنهاء هاي الفترة بسلام ممكن تواجه ضغوط أو عراقيل أو امتحانات يعني تكون صعبة وكمان ممكن إنك تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر أهم شيء إنه ما يكون في داعي للتسرع بالفترة هاي هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء